تبكونه من مثل اللغة له تعقبات أو استدراكات على العرض لله المؤلفين من مثل اللغة صح هذا أذكر مثالا لهذا تصديقا لهذا ما هو السؤال شهران؟ ما هو السؤال؟ هو لتبكن شيخنا أحمد في اللغة كان يستدرك على بعض المؤلفين المتقدمين الكبار في مثلا في الغريب أذكر مثالا في هذا في علم الغريب علم الغريب الحديث ابن الأثير له كتاب في هذا النهاية وهكذا هذا هو كان الشيء كانت له استدراكات أو تكويمات أو تصحيحات رأيته؟ لبعض ما ذكره صاحب هذا الكتاب ابن الأثير هذا رأيته؟ وهذا حصل منه هذا في مناسبات في الدروس المختلفة والله بعضه مقيد عندي لأنه هو عند شرعه لبعض المتونلي في اللغة أو حتى في غير اللغة إذا احتاجت المفردة إلى بيان يبينه وعند بيانه يبينها وعند بيانه لهذه المفردة تجده أي شيء تجده يذكر ما استدركه أو ما أخطأ فيه ابن الأثير مع أنه طلع على هذا الخطأ لابن الأثير بمدة فيكون قد احتفظ به فإذا جاءت المناسبة عند شرعه لهذه المفردة في كتاب عند الكتب يذكر وكم فعل هذا للشيخ حتى يقول تعال بهذا الكتاب آتي به ويفكه ويقول أظر ماذا قال وهذا ليس بصحيح وكذا وإذا قال الشيخ ليس بصحيح وجاء بصحيح يستدل على هذا الصحيح بالأدلة من كلام العرب الفصحى شعرا وهذا الأكثر أو الأثرا رأي وهذا من حفظه من حفظه وفهمه وضبته والله شيخ نحن من أقرأ في الكتب يجب وفهم وضبط حتى حفظ حفظ الأشياء التي لم يقصد حفظها أصلا بي رأي وهو له أمثلة والله لو لا نريكم كذا عنده بعض الأمثلة في هذا الكتاب هذا الكتاب شسمه كتاب أقرب المواد في فصحي العربي أيها والشوارب لا هذا الأخبر أيها شف لجل الأول مثلا كل مثال هذا الكتاب كنت هذا الكتاب حبيب إليكم شيخنا يعني زمان لأنه هو اختصر اختصارا نعم أنا عرفت الشيخ على هذا الكتاب أو علمت الشيخ بهذا الكتاب وهذا الكتاب اشتريته في الشارع العينية نعم راح في التوسع نعم نعم كان هناك مكتب لنمنا كالي نعم إذا كنتم تعرفون وتذكرونه كنت تخل إلى المسجد وتمشي قليلا كذا المكتب على إليك اليمين هذا الكتاب اشتريته هناك في العربية كانوا قاموس وكذا ما اسمه الكتاب شيخنا عشان نسامع اسمه أقرب الموارد في فصه العربية والشوارع لصاحبه لصاحبه سعيد الخوري الشرطوني اللبناني سعيد الخوري الشرطوني اللبناني نعم رأيت هذا الكتاب تبعى في مطبعة المرسل اليسوعي البيرون سنة 1889 متى هذا 1800 ألف ثمانية أيوة 1889 ميلادي يوم ولد جدي رحمه جدي جدي ولد هذا التاريخ الله أكثر أنت حافظة هذا الموضوع الذي يريد أن أذكره هو يتعلق بالكتاب نعم أني عرفت هذا الكتاب وأنا عند الشيخي في مالي كانت عنده نسخة من الكتاب ماشاوه ولا أدري من أين جاء به نعم في مالي في مالي وكتاب نحن لك وكأن المطبعة أيوة كيف حصل به لما جيت إلى المدينة لعله في أوائي المجيه كذا فمردت يوما على هذه المكتبة نعم فسألت جاء ذكر هذا الكتاب في ديني فسألت الشيخ هذا صاحب المكتبة قلت هل عندك هذا الكتاب فالنظر إلي النظرة وفتح عينيه علي فتحا كأنه يخوفني لكن ما كان يخيفني أنا خير كنت أخاف ثم قال لي من أين أنت قلت من هلاك هو ياري من أينان أيوة من هلاك ستت أيوة فقال لي هذا الكتاب عندي نسخة واحدة منه فقط وهذه النسخة الوحيدة الكتاب مكث مدة عندي لأذي كم سنة ويقول كذا ولا يسأل أحد عنه نسخة واحدة نسخة واحدة سبحانه ولا يسأل عنه هذا بالنصيب كشان أنت تأتي تسأل عنه لا 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 ما السر في ذلك لا لا فهو استغرب كانوا يقول الكتاب كانوا غريب ما يعرفه أنت أعرفته لا أعرف كذا نعم فلما قال لي هذا قال الكتاب بكث عندي متى طويل ولا يسأل عنه وأنت تسأل عنه فإذا به يرجى إلى داخل المكتبة ويأتي بالكتاب ثلاثة نسخة ثلاثة مجلدات مجلدات وقال هذا الكتاب فقد كم سعره قال كذا ذكر سعره فأعطيته السعر دون مساوبة ماشاة لأنه في الأنسخة واحدة شيخنا نعم ماذا تساوم هذا هذا الكتاب محدد الشاهد أو الغرض من هذه ذكر الكتاب أني كنت أخبر الشيخ ببعض ما في هذا الكتاب لا سيما إذا فصل لمفردة وكانت هذه المفردة قد اطلعت عليها أي على شرحها في هذا الكتاب وخالف شرحه لهذه المفردة الشرحة صاحب الكتاب هذا أقول له أقول للشيخ لكن ورد في كتاب كذا الشرح لهذه المفردة على خلاف ما شرحت هذه نعم أقول له كذا رأيت هو قبل هذا أنا قلت له هذا الكتاب أصله أو هذا الكتاب مؤلفه لبناني عربي نصراني نصراني نعم نعم المطبع اسمه يسوع 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 المسيح على كل ما قلت له حتى اسمه حتى اسمه الشيخ قال لي لما قلت له هذا الاسم فقال كرح نعم نعم صحيح فقال له والله ألسنا بحاجة إلى كتب الكفار الشيخ كرح وكراهية أنا تعجبت لكن بعد ذلك قال لي أنت تستطيع أن تستفيد بمسحق القلب لكنه في حدي ما لا يريد ما يحب فكنت آتي ببعض المسائل له فكان يعلق وهكذا يعلق 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 نعم نعم هو التعليقات بعض ما استدركه على هذا أيضا هو جون التي أعلقتها في أماكن الشتة أمار مات مدون عندكم نعم مدونة ذكرت نعم نتركها مرة ثانية يا شيخنا عشان نجعل مجلسة أخرى شيخنا لا نجل ترجمة نانسي قنقر